بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنسمنى التي يشوفها الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة نشكر المتابعين لقدام الجداد والناس للتحقوب هذا القناة ان شاء الله اليوم سنحط علاج تشويه الجمال الناس اللي عندهم بقاع سوداء في الوجه ديالهم سببوا السحر المقابر أو السحر الأسود أو السحر اللي تديروا للبنت باش ما تزوج ويوقف لها حالها وما تدير لزواج ما تخدم ما تلقى صحتها وجهها يتكلف يولوا فيه بقاع السوداء تولي ما احنا غير مع صحتها اذا قاوم معايا غالي نعطيكم هاد الوصفة ان شاء الله بالصفة العيد ان شاء الله ناخدوا منها ان شاء الله قطعة باش انني نحيد بها تشويه الجمال ان شاء الله اغيره نحيد البقاع السوداء ان شاء الله غالي ناخد الفاسوخ الأبيض الفاسوخ الأبيض غالي نشريه خمس دراهن غالي نشريه قبل ملعيد هادي بحول الله و قوتيه سوف نضيف مع الصفة العيد صفة العيد تشويه الجمال صالح لها لانها تخذها بقى ما مغسولاش ما تغسلهاش خاصها هذه الريحة الحولي تبقى فيها سوف توضعها مع زيت الزيتون سوف تقطعها شوية الصفة سوف توضعها مع كأس زيت الزيتون وغادي تخدي الفاسوخ غادي تدري سبعات الكويرات قد الحمصة وغادي تقرأ عليهم ان شاء الله هذو سبعات الكويرات ديال الفاسوخ غادي تقرأ عليهم آية الإبطال ان شاء الله وتقرأ عليهم الفاتحة وتقرأ عليهم صورة الناس وصورة الفلق ثلاث مرات ثلاث مرات وان شاء الله بحول الله توضعهم ليلة كاملة بحول الله وقوته نهار العيد ترقديها وتبقى من مورا العيد مدة أسبوع تديرها كل يوم في الوجه ديالك في الليل عية الإبال إن شاء الله بحول الله تقرأوا أعودوا بالله من الشيطان الرجيم ما جئتم به السحر إن الله سيبطله أو قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يسلحوا عملاء المفسدين وإن شاء الله غادي ناخد اسم الأسماء بحسنة يا نور يا نور يا نور مئة مرة غادي نقرأ كل شيء هاتشي على هديك الصوفة ديال حولي مع سبع قطع ديال الفاصوخ اللي غادي ناخدهم الشكل حمصات ونقرأ لهم سبع مرات آية الإبطال والفاتحة قاعد شيء اللي يعطيتكم هاتقرأوه على هديك الزيت والفاصوخ مع القراءة غادي تكونوا إن شاء الله نزيانين إذن الصوفة الفاصوخ زيت الزيتون إلا ضفتوا عليها إن شاء الله بحول الله نضيف سنوج سب حبات دي السنوج سوى رائع لترقد مع الزيت زيتون رائع في علاج تشويه الجمال علاج تشويه الجمال هو سحر تشويه تديروا تديروا السحر بالصور تديروا السحر بالصور والإنسان تيتأثر بهذاك السحر لخدام السحر البنت ما بين الشهر العربي بهار 15 نهار 14 15 أو 13 14 15 شيء تأثر لوجه ديالها تيوليك حل بعد تيفوت هذك الأوقات 13, 14, 15 تترجع طبيعتها وجهتي يرجعها شوية عادي ولكن تتكون ديما لوقت لدخل أي مجمع يدخل مع الناس تتبدل وجه ديالها تيولي إما أصفر وإما يولي هذوك البقاع السوداء يولي هذوك البقاع السوداء يوليه ناصحين يوليه لون ديالهم بين إذن غادي ناخد قليل من الصوفة نخلي الصوفة تلحوليها بزيانة تتحييد الصداع كلي تيديرها في الماء ساخن مع السنوج أو السرغينة وتيعون بها بزيانة تتحييد العكس تتحييد النح تتحييد بزيزة الحويج إذن الوصفات اللي غادي نعطيكم الوصفة اللولة هي ديال تشويه الجمال أما الوصفة ديال إبطال السحر تشويه الجسد أو تشويه الجمال أو تشويه السعد بعد البنات تشويه لهم سعدهم تخليهم لها السعد لا حياة لا تشي حاجة تجريه عند الفقهة تجريه عند الكائنات هبلوهم ولكن بدون جدوى ذلك العوارد سبولها مس سبولها المشاكل بعد الوصفات المغربية كانوا تديروهم تديروهم نساء قدام باش يفكوا البنت على أسس كانوا بكري أميين تقرعوا غير الفاتحة وللبسنا للشريفة وتيقولوا الله أكبر وتيتوكلوا على الله لأن التوكل على الله أجمل حاجة أول حاجة أحبابي سيناعمل ناخد الصفة وحد الكمية ناخد الحرمل اللي حقيت لكم في أول في واحد من الفيديو ستلقاه في القناة الفيديو الأخير لالحرمل سيتققane الحرمل مع الصفة لالعيد الناس اللي عندهم تعسير الزواج العمل عندهم ديما عندهم صداع في الدار ياخدوا شوية الصوفة ياخدوا الصوفة مع الحرمل ويحرقوها الوقت يكونوا يشويوا يشويوا الحم تتبقى الفرينا سخونة وتتبقى الفرينا في ذلك الفحم تفق بقى غير ذلك الرماد ولكن باقي العافية لداخل السخونة هادي نحط ذلك الصوفة ونطلق الحرمل رائع في طرد صداع من العام الى العام تحيدوا بها صداع من العام الى العام تحيدوا وقع ما تعرفوا ربيع لاش يجيب سبب لان الله سبحانه وتعالى ديروا الاسباب والاسباب بيد الله المهمة فيها للشركية لوالو غير مكونات طبيعية الحرمل الصوفة ديالعيد اي حاجة ديالعيد فيها خير وبركة اذا الناس اللي عندهم مشاكل وعندهم صداع يديروا الحرمل والصوفة ديالعيد الكبير ترضي بها العوارد الترضي بها اي حاجة عندك في البيت وبإذن الله الواحل قهار غادي تحيدي تشويه الجمال غادي تحيدي السداع والناس اللي باغين انهم يكون عندهم الرزق بحول الله وقوته ياخدوا الصوفة مع الحرمل ويقرأوا عليها آية الرزق آية الرزق ويحرقوها ثلاث مرات او وبعث المرات او اي وقت شعلتي الفحم غادي تبخري تاخدي الصوفة ديالعيد رمزيانة تتحييد تعسيره في نفس الوقت تتحييد إلا كان السحر تتحييده حاولوا تاخدوا واحد الكمية وتنشوها او نشوها خاص يبقى في هذا المكون ديالعيد يبقى فيها ما تغسلها موالو هذه الريحة ديالحولية تبقى فيها إذن غادي ناخد ناس اللي بغين الرزق حول الله وقواته ناخد الصوفة ديالعيد ناخد الحرمل ناخد امو الناس امو الناس شريوها الوقت اللي تمشي وتقدو العطرية ديالعيد حاولوا تاخدوا الحرمل حاولوا تاخدوا الحرمل امو الناس ومبعد تاخدوا شوية الصوف مع الحرمل مع امو الناس تقدروا تضيفوا معها الخزامة تضيفوا معها الخزامة ان شاء الله امو الناس الخزامة الحرمل شوية الصوفة وتزوا في يدكم الابناء وتقروا عليها اعودوا بالله من الشيطان الرجيم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد غادي إن شاء الله تحطوها في مجمر وتقرأو يرزاق 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 بحق اسم الرزاق أن ترزقنا رزقا حللا وإن شاء الله تبخروا بها الدار إذن أحبابي هذه الوصفة للرزق ديروها وإن شاء الله يكون خير مجموعات وصفات ديال الصوف حاولوا أنكم تديروها والله هو المستعان على كل الأمور إن شاء الله يدخل علينا العيد بالصحة والعافية وكل ما تمنيته يا رب إذن أحبابي تتمنىكم تخلوا لايك دعموا القناة فعلوا جرس تابنوا بحول الله وقواته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته